قبلك دلوقتي ساديو ماني أحسن لعف أفريقيا مرتين ومحمد صلاح أحسن لعف أفريقيا مرتين المرة اللي جاية المنافسة هتكون كبيرة جدا لأن السن بيكبر خلينا نقول لك على حاجة برضو حجوز ساديو كبيرة جدا في اللي جاية ساديو عنده احنا عندنا السنة الجاية تصفيات هو عنده كسعالم ساديو عنده كسعالم في شهر 11 وقومة الجايزة في الشهر ده تحديدا الجايزة ما جاتش في أول سنة زي ما كانت بالتعامل دايما في يناير الجايزة جات في نص سيزن يعني بعد نهاية سيزن في شهر في موسم سيف لكن ساديو عنده كسعالم دي برضو ممكن تفرق مع ساديو خصوصا منتخب السنغال لا منتخب داخل كسعالم خلينا نقول لك الناس خايفة من منتخب السنغال النهاردة بتتكلم على منتخب الأفضل في أفريقيا أفضل مدرب أفضل لعيب في الكرة أفضل اللعب سعود أنا متفق معاك أنهم عندهم يعني على الفكرة عشان نكون حقانيين يعني كل الفرق اللي هتمثل القرى الصمراء فرق محترمة وفرق قوية وممكن تعمل حاجة يعني مش فرق سهلة مش سهلة المنال لا السنغال المغرب الكاميرون تونس وغانا يعني أنا شايف أن لا تونس هي لسه كسبان اليابان في اليابان ثلاثة أكيد يعني منتخب توني الظهر بشكل جيد لكن أنا أبتكلم على الأقوى هو السنغال أه طبعا ماشي أنا أكلمك أن المستوى المستوى ما بقاشي الفروقات اللي كنا مشوفها زمان بزرق من أوروبا وأفريقيا ما بقاشي الفروقات موجودة بالصورة الفجر لا ما فيش فروقات وخصوصا السنغال النهار ده رب تتكلم على السنغال قلب ادفع تشيلسي كالليده كلوبالي راح تشيلسي بالزبط حارس مارما تشيلسي متوجد بابي مطر سار اللي احنا نتكلم عليه دلوقتي اللي خد أفضل لعب صعاد تتنهام ده خد أحسن لعب صعاد أفضل لعب صعاد لعب ضد مصر لعب ضد الزمالك وهو في جنريشن فود اهو الله